انهول بتعرفي هلأ مع كمان فصل الخريف والشتي ببلج الشعر بعد الصيف بده عناية وبده علاج فبس نعمل العلاج نلتجه لهيدا التقنية طبع اللولو الأسود مشان تعالج الشعر وتعطيه عناية مكسفة أحمد من سبيل هذا الأسود يعني كمنتوج جديد يعني العناية بصحة الشعر وش رادي يكون على شكل شامبوان على شكل القناعة ديميلور يعني ولا سيروم هو عبارة عن ثلاثة أرتكليات حيتكون شامبوان وماسك للشعر وسيروم للأطرف شامبوان وقناع وسيروم هؤلاء العناية اللي طالعة جديد بما يخص منتوجاتنا نحن في كتير بالعالم عم تطلع ابتكارات جديدة ويعني هماشي هالعالم عم يتطور فعلا يعني اجتهادات يعني ديل هذا الخبراء ديل تجميل صراحة وديل العناية بالشعر أكيدا والصالح سيداته وبالنسبة بالنسبة للسيدات المحجبات لأنه تجي تساؤلات كثيرة من خلال البرنامج ومن خلال صفحتنا يعني في الفيسبوك بالنسبة للسيدة المحجبات اللي كتدير يعني يشال على الشعر ديلة يعني كتغطي الشعر ديلة فهي دائما كتقول على أنه كتبغي بعض المنتوجات أو لبعض النصائح اللي غادي يفيدوا الشعر ديلة وش ممكن أنها تستفد من هاد المنتوجات اللي كنتكلموا عليها صحيح لكن أكتر شي عم يصير بنقطة الأشخاص اللي عم يديروا الفولار المحجبين عم يكون في مشكلة كتير كبيرة عم يختنق الشعر عم يولد فطريات نتيجة الكواليتة تبع الإشارة اللي عم يكون فيه نسبة بوليستر الصناعة عم بتكون بشكل كتير آسي للشعر عم يخنقها وعم يولد فيها فطريات أنا بنصح أي سيدة محجبة أنه أدمى فيها برة يعني تحط الفولار بس تفوت على البيض تحاول تعرض شعرها للشمس للهوات خليه تنفس خليه تنفس خليه تنفس خليه دورة دموية المساج لفروة الراس كتير منيح منشان أنه من نخنق نزمت الشعر ونخليه وقت طويل لأنه مثل ما حكينا قبل إذا كانت مسام الفروة تبعول الراس ولا الشعر هي عبارة عن كائن بيخد أكسجين نحن ما فينا نساكره ونخنقه ونقول نحن أنه الشعر عم يتساقط هاي مشاكل نحن عم نعملها بإيدينا مش من فعلا من يعني ذكرتي نقاط مهمة جدا ولينتمنى أنه السيدات يعني يستفدون منها وأنه المرأة المحجبة وغير المحجبة وأنه وحقا ستاكرنا يعني المرأة المحجبة وأنه سترد البال هاد النقطة على أساس أنهم اللي يدخل الدار تحاول أنه تنفس يعني رأس شعر ديالها تحاول دير ماساج خفيف يعني باش تنصد دورة داموية كيف ذكرتي مية بالمية وتحاول كمان أنه تنقي اختيارة للفولار شال يكون من قطن مية بالمية أو حرير مية بالمية ليخف ضرر المشكل تيكون ملي تيكون مثلا الخامة ديال هاداك شال يعني ماشي من جودة عالية يا إمام بوليستير يا إمام النيلو واللي ما تيخليش الفروا ديال الراس يتنفس صحيح وعد يعني تتولي بحل بقع يعني تتولي بحل بلايس يعني بولد فطريات الفطريات بتأتل بصيلة الشعر وبتعملك فراغات مبكرة يعني بنشوف هايدي حالة شاسة عند كتير من الناس اللي عاملين فولار محتجبين عندهم فراغات كبيرة بالشعر عم يكون الشعر خفيف عم يكون الشعر كتير منيح وعم يضعف الحجاب ما بيضعف شعر نهائيا فعلا بس اختيارنا لنوع الحجاب وكذا بيعملنا هدا المشكلة واخا ومشو شويا تكلمو على يعني النصائح اللي ممكن أنه تنصح بها السيدات باش يعتني وبالشعر ديالهم وبصحة ديال شعر ديالهم باش يكون دائما واحد الإطلالة مميزة واحنا دا بايا في فصل الشتاء والخريف دا با مقابل عليه وإن كان يعني شميشة يعني صادعة ولكن مزيان نستبدو الفيتامين دي كتر مية بالمية لكن كل شي باليعني بالعامل الخارجي اللي هو الطقس عم بيفيد إذا كان مثل ما ذكرت حضرتك الفيتامين دي بالشمس أو أي شي بيكون فيه له إفادة بس كترته هي الغلط يعني كيف بدأ ناخده بإياس معين والحاجة عنده قدر عنه صحيح يعني هذا النجاح أو الاستفادة من أي شي حتى المنتج كيف ما كان بالعالم إذا استخدم بطريقة خاطئة بيقدّي إلى نتائج سلبية عكسية نحنا الشعر عبارة عن روح رجع بذكرها دايما بحكيها أنه أكتر جزء حساس بجسم الإنسان والمرأة هو شعره بس لأنه مش موصول بالجهاز العصبي ما بنحس بالوجع طبعه بس الشمس مثل ما حكينا بتأثر بالحرارة بتأثر بالبرد بتأثر بالهواء بالغبرة بستخيص طبيعي يعني هول الأمور نحنا بنحاول نهيئ أجواء ملائمة للشعر مشان يضل بالصحة والحيوية طبعوله طول ما نحنا عم نعرض للشعر للتغيرات وما نعتني فيه حنلاقي مشكلة وحنوصلها مئة بالمئة هلأ طلعين من صيف طلعين من بحر طلعين من كلور طلعين من ميت ملح طلعين من كاميكال كثير في ناس هلأ صبايا ونسوين حاولوا يغيروا اللوك وفتحوا لهم شعرهم وكذا فهلأ لازم نعتني بسطنا بالصيف غيرنا اللوك لازم نعتني مشان نحافظ لأنه الشعر مع مدة طويلة عدم عناي بيرجع بتكسر وبصير في عنا تساقط ويصير في كدير مشاكل هلأ في عنا نوعان بالعناية اللي هي العناية الشخصية داخل البيوت بدأت تكون المرأة يعني على اطلاع على هذا الموضوع تاخد ما حنرجع نذكر يعني أنه فيه أخصائيين بالتغذي عم بينصحوا بهذا الموضوع بس العام الغذائي كتير منيح إذا عندها مشكلة صحية تنتبه وتعرف من شو المشكلة العناي حاول تعرض شعرها للهوى تعمل مساج لفروة راسك كتير منيح مشان الدورة الدموية استخدامها للأقنع أو الزيوت الطبيعية اللي عم تتحضر بالبيوت هي كتير منيح بس بقدر وبوقت معين لأنه حتمود الشعر حتقوم الصباح وفيه كتير زيوت إذا بتضلى أكتر من وقت معين على الشعر فيها أسيد طبيعي بترجع بتنشف الشعر يعني لأنه زاد بتحسي ملمس إنه مزيد بس يتغسل الشعر بيرجع نشف أكتر فهيدي الملاحظة كتير ناس عم يعني عم يتواصلوا عم يرضوا أنه نحن عم نحط زاد بس لما عم نشف نغسل الشعر ونشفه عم ينشف أكتر لأنك عم تحط الزاد وقت طويل عم تخنق الشعر الشعر عم ترجع تشف معيك أكتر بدنا نحط مقدار معتدل للشعر لتكون تستفيد من الزيوت من الأقنعة اللي عم تتحضر من الأحشاب الطبيعية هايدي على سعيد بيوت على سعيد برا بدك شخصي كمان الحالة بشكل مية بالمية لتعرفي شو المشكلة اللي عندك ما تتعالجي شعرك لأنه صحبتك ولا رفاقتك ولا حدا بيقربك قال لك أنه أنا عملت نجح معي البروداكت ممكن يكون منيح بس مش كل واحد والحالة تابعله لازم كتير ننتبه ما نوقع بهذا الأخطاء مشان ما نتأثر ويصير في عنا مشاكل أكتر تشخيص الحالة مثل ما حكيت سنة كتير مهم مية بالمية نشخص الحالة بشكل مية بالمية مشان ناخد العلاج تبعه يعني ما فينا أنا أكون عطشان ونروح أشرب شي تاني لأنه يمكن ما يفيدني يروي العطش الشعر نفس الموضوع بحاجة لفيتامين معين بتقوم يتحطي له فيتامين تاني ما بياخد بيعمل ردة فعل عكسية كمان فعلا لأنه وشفنا بزاف دي الحالة يعني وحتى من خلال البرنامج أنه السيدات اللي كيعانيهم المشكلة لتساقط الشعر أو يعني الشعر ديالهم كيحسوا أنه فيه فراغات كثيرة وكيحاولوا أنهم يعني يستعنوا بزيوت يمشوا عند خبراء ديالتجميل حاولوا يشوفوا مثلا شي حلول اللي غادي تقوي لهم الشعر ديالهم حتى أنهم اللي كانت تكلموا يعني بحضور أطباء لأساس أنه يمشوا ويديروا استشارة طبية أو لبيلون يعني فحص كيلقوا على أنه فقر الدام نقص في الحديد وغيرهم الأمراض اللي ممكن يعني احتهية في الأعراض أو الآثة الجنبية كتعطي هالتساقط الشعر ربما مثلا ضروري استشارة طبية والتغذية السليمة هادو لا نقاش فيهم ضروريين ومهمين وديك ساعات يبقى هاد العناية ثواء داخل البيت أو لخارج البيت عند مختصين كيبقى يعني واحد تكملة اللي عندتها يدور ديالها مية بالمية مية بالمية هذا يعني هذا هو الأقل ما يمكن أنه تعرفون أي سيدة صحة يعني لا نحكي شعر أنه مرحلة تانية ولا تالتة باهتمامها الصحة بشكل رئيسي متابعتها للوضع الصحي لكتير أمور الغذائية تعب أولى صحة يعني هلأ كله أنا من الأشخاص اللي كتير عم بنتقد الناس اللي عم تاكل فاست فود عم تطلع على بره عم تاكل أفضل شيء اللي عم ينعمل بالبيت الصحة لأنه أثبتت تاريخ والعالم كله الأوروبا هلأ كله عم يرجع للبيون فخلينا يعني أهلا ما مش بمحل بدي نظر ولا بدي أحكي بها الأمور لأنه خلال يعني التجارب جالك مع سيداتتي يعني من هذه المشاكل يعني كل العالم بتحب أنه يكون عندها الصحة السليمة لأله ولعائلته ولأطفاله ما فينا نطلع نحنا ونبلش يعني ما نعتني بالشعر وما نعتني بالأكل ونقول ليش عم يصير معنا مشكلة مشكلة نحنا عم نعملها بإيدينا لازم نهتم بهذا الموضوع ونعرف أنه نحنا مش لازم آآ يعني نحرف عن الطريق الصحيح آآ عندما أحكي أنا ولا أنتس أنا ولا أي دكتور اللي ما بيهتم بحاله بتروح عليه هو ما بتروح على حدا تاني فمن هالأمور لازم آآ نصائح خاص ننفيده بهذا يعني المستمعات ولكن كل واحد يعني خاص الواحد يحاول أنه يستفد من هاد النصائح كيف ما قلتي لأنه الأساس ديال شعر صحي قوي أكيدا لأنه نشوفه استشارة طبية نشوفه الحمد لله والصحة ديالنا مزيان نشوفه يعني التغذية السليمة كيف قلتي يعني نرجعه كل ما هو طبيعي لأنه هو اللي فيه الفائدة ونقصه قادر إمكان دوك الوجبات السريعة لأنه كيكون فيها بزاف ديال يعني ديال المواد كيموية المصنعة يعني كاتهلك مشيغيش يعني حتى الصحة العموم بالنسبة يعني أنت يعني في الحضور ديالك في المراكز يعني ديالك في المدن المغربية أنه كتير من السيدات يعني من خلال الاحتكاك معهم يعني كي يجيوا حالات كتيرة فنبغيونا نعرفوه مثلا شنوه مسطلوكات الخاطئة لربما بزاف ديال السيدات كيسمعونا اليوم حتى وما كيدوروا بحالهم باش يعني تكون استفادة عما شنوه الأمور اللي كاتبال لك أنها مغلوطة واللي كاتهلك شعر أو لكاتدر شعر واللي كتأسف من اللي كتشوف مثلا سيدات اللي يعني تديروا هاد الأمور يعني أول شغلة وعم تتكرر معنا كتير واحدة عم تيجي لك أنا عم بحط خلطة على راسي ولا وصفي لأنه استفادت عليها حدا معين مش ضروري يفيدك لألك إذا فادة لألا إذا بدنا نرجع نحكي بالمواد الطبيعية التقليدية الأعشاب الأقنعة اللي عم نعملها لازم تكون بوقت محدد وبمعيار محدد ما تكون بشكل عشوائي تنحاط اللي عاملين فلار ينفسوا شعره يعملوا مساج يمشطوا الشعر يحاولوا يصرحوا الشعره كل فترة اللي عم يصرحوا فيه ما يكون كمان يعني المشطة متل تحاول تكون شوي إذا فيها من مواد طبيعية كتير منيحة ديال خشب كتير منيحة مسابات ديالهم مواسعين دوك للسنين ديالهم مواسعين هول كتير منيح ما فينو نحط نيلون على الشعر كمشطة وننزلها وكذا كمان بتضر الشعر في عنا العامل الغذائي مثل ما حكينا ينتبهوا لأكله نشربه ما يقدمى فيهن ويبتعدوا عن كل ما يمكن من الكاميكل يعني الامور الكاميكل كل ما هو كلمان المصنع نحاول يبعدوا عنه لأنه فيه له امور سلبية ما بتفيد بتضر الشعر وما تفكري انك تاخدي نتيجة فعليا هلا بنفس اللحظة ومن بعد تقول الشعري انه عم بيتدمر بتكون انت عم بتجملي للحظة او لمناسة بشعرك مثل اللي بيعملوا البلاك البلاك درجة حرارته قوية ففي كتير سيدات بعرفهم مشان ما عندهم وقت بيحكم شغلهم ولا بيحكم النشطات اللي عندهم بيعملوا البلاك بيحرق الشعر وبيطلعوا بس يرجعوا بيغسلوا الشعر شعر كمان عم يتقصف وما حنحكي علاج لأنه مش دكتور كمان مشان نكون ماضحين كتير ناس تعطي بشكل عشوائي المشكلة اللي تبعوه للشعر تعطيهن علاج بتقولك هيدا منيح للشعر خلاص عملي هيدا عم نقق بغلط مرتين مرة غلط انه ما عم نستشير اكتر من مختص ومرة تانية المختص عم يوقعنا بغلط بطريقة عم يحكيها بطريقة ارتجالية من غير علم العلم كتير مهم بالتشخيص اللي لازم نعمله لأي حالة المشكلة التانية عم بتكون انه الشعر مثل ما ذكرتي سنة اذا نجمع ولا كله مي هو باول شي لانه فيه مي بيكون مرتب الشعر بيولد فطريات كتير سهل انه يعني يتكون الفطريات بها شغلة تانية عم نحكي شعره يعني حياة يعني اكسجين يعني احساس كجسم انسان ما في يضلوا قاعد ولا نيم شخص اكتر من وقت معين بيصير واجعه وضهره يوجعه او تحملي ايدك وزن زيد اكتر من وقت بده ينلاقي مشكلة شعر نفس الموضوع يعني ما فينا انا اجمعه وخليه مجموع فترة طويلة لانه هيعمل مشكلة من بعض بتتكسر الشعره الشعره من الداخل يعني اذا انت حطيتي لها الاستيك ولا غطيتيها بشي اه ضغطت عليها فوق شعر مرتاح ومن تحت مرتاح مطرح ما انت مساكريتها يعني جمعتيها من بعد فترة فوق صحي بالنص ضعيف تحت بيبلش يضعف ثم تتكسر معنا الشعره بيصير في عنا التقصف اللي نحنا بنحكي عنه نتيجة استخدام خطأ وهن تلك امور طبيعية يعني ما بدنا اه كتير اه وقت لالون ما بدنا كتير مجهود ايه بس نو نفكر بشعرنا انه مثله 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 مثل بايبي او مثل الاكسجين نحفظوا عليه بهذاك الشكل بس حفاظ على الشعر هو يؤدي الى استمرار صحة الشعر والنمو لانه بزاف سيدات اللي ربما مثلا كانوا ردوا البال هاد الامر على اساس انهم فعلا ملكي يعني كيغسلوا شعر ديالهم كتكون مشغولة فكتجمع شعر ديالها فمن اللي جربوا الفرق على اساس انهم من اللي يعني يغسلوا مثلا شعر ديالهم كينشفوهم زيان بالفوطة يعني فوطة رطبة او لكيخليوه يعني متلوق حتى انه كينشف على خاطره فعلا لقوا الفرق على انه ما كتكونش فيه رائحة وفي نفس الوقت يعني كيبقى الشعر كيف ما قلتي ماشي يعني مقرد بزاف او لمدرج بزاف يعني هذه نقطة فعلا اللي دائما نذكروا بها حتى انه كل سيدات يستفدوا منها بنسبة الفصل الشتاء والخريف تنعرفوا لانه يعني الفصل عنده وخاصية دياله وفي هذيك الوقت بزاف سيدات كيعاني من تساقط الشعر فواش صحيح لانه في هذك الفترة يعني الضغبة تتخلف يعني بحل الفصل الخريفين تطعوا اوراق باش يعني كتتفرع يعني الشجرة واش في نفس يعني اللي كينبقى السيدات مليك يشوفوا يعني هذك الشعر انتساقط يعني بكترة تي 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 خافوا لا انا بقلوا ما يخافوا هالفترة حيصير في عنا تساقط نتيجة تغير المناخ اللي عم يكون عم يتحول من فصل لفصل بشكل عام هذا الفصل بيصير فيه كتير تغيرات مرتبطة بالجسم مع الطبيعة انت بتعرفي انه نحنا مخلوقين من طين والفترة هايدي الخريف كل الشجر مثل مذاكرته والنبات والخضار بيتغير بيبوس بيقع الميت وبيتجدد فهيدي مرحلة كتير حلوة انه يتجدد الشعر بنصح بهالفترة انه يقصوا شعرهم لانه هادي الشعر بهالفترة بيكون عمشي الرواسب من الشعر الميتة وهالامور يعني هي اتلك ما يخافوا وما يتأثروا بس ما بدي كمان طمنون كتير اذا عندها مشكلة صحية ولا غزائية تنتبه لانه بتكون التساقط بيصير دبل ببطل بس بشكل طبيعي صحية بس ها يعني انطروا انه هادا الفصل هيصير فيه تساقط شعر يعني طبيعي طبيعي بالمية حنحاول نحن بهذا الفصل انه نعطي عناية للشعر نعمله رياضة للشعر مشان شوي يرتاح باش سيداتي يستفدوا يعني من هاد النصائح يعني والاستشارة يعني بالحضور ديالك يعني في المركز انتهى اليوم وغدا ان شاء الله يعني 2 و3 انتاكين في الدربة دا صحيح انا من بعد هالفترة لانه نصعنا شوي ابحاس وبعد تقريبا شهر ونص عن المغرب وهي من 11 سنة اول مرة بتصير حكون ان شاء الله اليوم وبكرة بمدينة كازابلنكا اربعة خميس حكون طنجة جمع وسبت مكناس ان شاء الله ومن ثم فاس ورباط ان شاء الله ومع ذلك بإذن الله ودائما نتمنى انه ان شاء الله في القريب العاجل يعني من بين هاني في 2019 يكون المشروع ان شاء الله ديال المركز يفتتحين في المناطق الصحراوية لانه كيسلم عليك بزافه كتير كتير عم يتواصلوا صحيح يعني يريد ان شاء الله انه تفرحنا في 2019 ويكون يعني في المناطق الصحراوية ان شاء الله انا بدي وجه رسالة اليوم صغيرة للناس اللي عم بيحكي معهم الفانز اللي عم بيتابعونا وما عم بقدر اتواصل معهم بشكل شخصي يعني بشكل عام عم بجاوب على الأسئلة بدأت شكر كتير ناس الرشدية وناس واسمارة والعيون والداخل والسحرة كاملة اقدير كمان مراكش اللي فترة معهم بيكون عندي وقت انه اتواصل بشكل شخصي يروح لعندهم ان شاء الله قريبا هعملون زيارة حتى لو ما فتحت مركز هنطلع ونعملون نفحص للشعر مجاني هيدا من الميد راديو ومنها ان شاء الله اتمنى هو تكون من المشاريع المستقبلية في 2019 ان شاء الله وفيه كمان شغلة انا جديدة عم بعملها هي كخطوة تانية ان شاء الله هتكون بالمغرب عم تنفتح اول اكاديمية للعينية بالشعر بالخليج وبالشرق الاوسط هتكون ان شاء الله جدة اول فرح يكون بجدة ان شاء الله حيكون من هون لشي 15 يوم 20 يوم المرحلة التانية هنعملها بالمغرب ان شاء الله لنحاول ننشر الثقاف العينية بالشعر بشكل سليم وبمحل او بمحهد معتمد للتشخيص السليم للشعر والحالات اللي عنا وننشرها بكل المغرب زيانة اكاديمية خاصة بالعينية بالشعر تباكل عليك فكرة مميزة ان شاء الله واكيد نقفع التفاصيل ديالها ان شاء الله عم قريب شاء الله تباكل عليك احمد سليمان خبير الشعر اللبناني كنشكرك بزاف على كل هاد النصائح والمعلومات اللي قدمت لنا بخصوص العينية بالشعر كل السيدات ونتمنى على انه تكون استفادة وللسيدات يتلوا في شعر ديالهم قدر الامكان صحيح وانا بدأت شكرك سنة وبدأت شكر هذا المستمعين الاكتر من رائعين دايما على التواصل بدأت تذكر الاخراج والشباب كامل اللي وطأم ماد راديو لانه بالفعل عم يكون دايما في روح وحدة لنوصل المعلومة السليمة للاشخاص اللي هني بحاجة لعلى اشتركوا في القناة